بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة دين حق والدين الحق هو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى ونورا يهدي به الله جل وعلا من يشاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذا القرآن العظيم أيها الأخوة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين من التزم بهذا الكتاب حقق السعادة في الدنيا والآخرة كل البشر يسعون إلى السعادة بل إن كل مخلوقات الله تسعى إلى تحقيق السعادة ولكن الكثير يخطئون في هذا الطريق ويضلون عن الصراط المستقيم وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لم ينزله من أجل التلاوة فقط مع أهمية التلاوة وأجرها إنما أنزله من أجل العمل من أجل العمل والانتزام به ولن يتم العمل والانتزام إلا بتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب المنافقون يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريخها طيب وتعمها مر إذن المنافقون يقرؤون القرآن أو إن بعض المنافقين يقرؤون القرآن ولكنه لم ينفعهم لماذا؟ لأنهم لم يتدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عن الكفار أفلم يتدبروا القول ولذلك عد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الإمام العالم الرباني تلميذ شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا عد من هجر القرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عد من هجر القرآن بعد أن ذكر أن من هجره عدم تلاوته وعدم تحكيمه وعدم العمل به وعدم الاستشفاء به عد من هجره عدم تدبره أي لو أن إنسانا يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل والنهار ولكنه لا يتدبر القرآن فإنه قد هجر القرآن لأن القرآن لم يدخل على قلبه وتكون في خسلة من خصال المنافقين الذين قال الله عنهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي كأن على القلب قثلا منع من وصول القرآن إليه وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم ينفع ولذلك نعى الله على أهل الكتاب وهم يتلون الكتاب يتلون التوراة والإنجيل لكنهم لا يتدبرون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون قال الإمام الحسن البصري أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوه ولذلك قال عن بعض المؤمنين الإمام الحسن إن الله أنزل القرآن لتدبره والعمله فاتخذه بعض المسلمين شغلا اتخذوه مجرد تلاوة باسم التبرك أو غيره دون عمل والتزام بحقيقته يقرؤون القرآن ويخالفون القرآن إذن فالتدبر هو المفتاح العظيم ومن أجله أنزل القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتي وليتذكر أولو الألباب إذا تدبرنا أيها الأخوة القرآن حققنا السعادة استطعنا أن نجمع وأن نربط بين كثير من موضوعات القرآن في حياتنا الخاصة وفي حياة الأمة عامة ألسنا كما قلت كل منا يريد أن نكون سعيدا في نفسه وأهله وبيته وزوجه وأقاربه سعيدا في الدنيا والآخرة بلى والله إذن ندلكم وكلنا وأنتم تعلمون ذلك وإنما نذكر بطريق السعادة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزل الله القرآن من أن يشقى الإنسان بعبارة أخرى من كان معه القرآن فيقينا لا يمكن أن يشقى لكن أين كما بيّن الله في سورة البقرة وفي سورة الشعراء قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك لم يقل نزله على سمعك مع أن أول ما يتستمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام يستمع إليه بسمعه لكن قال نزله على قلبك وكذلك قال في سورة الشعراء أي أن من لم يدخل القرآن إلى قلبه فكأنه لم يستفد منه ولهذا قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مع أنهم حقيقة يستمعون إليه أي لا تستمعوا سماع تدبر وفقه وفهم لأنه سيكون سبب هداية فلهذا بيّن الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والعلماء يقولون قاعدة أصولية إن التأثيس أولى من التأكيد فلا يقال إن قوله وأنصتوا هي بمعنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أي أن الإنصات هو الاستماع قالوا إن الإنصات معنى يزيد على الاستماع لأن الإنسان قد يمر مع الشارع ويسمع شيئا لا يريده فهو قد سمعه لكن الإنصات هو الإصغاء قد تمر مع الطريق وتسمع قراءة جميلة في أحد محلات بيع الأشرطة أو غيرها فتتوقف لتستمع قد تكون في المسجد فتتمع من يقرأ ولذلك فقد يكون بجانبك شخص آخر يسمع القراءة لكنه لم ينصت لها فرق بين الأمرين حتى قال العلماء إن من جلس جنب قارئ وأن سمعه وأنصت له ثم سجد للتلاوة أن تسجد معه بينما الآخر قد يسمعه لكن يكون مشغولا أيضا في قراءة أخرى أو سبب لا يسجد معه إذن القرآن يحتاج إلى سماع وإنصات والإنصات هو سبيل التدبر وبهذا يحقق السعادة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ولا شك أن الله بين أن القرآن هو الهدى إن هذا القرآن يهدي للته أقوى وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولا شك أن أعظم الذكر والذكر كله هو كلام الله جل وعلا فاتباع الذكر فمن اتبع وهو الهدى فمن اتبع الهدى وهو القرآن ويهتدم بما في القرآن فلا يمكن أن يظل في الدنيا ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أعرض عن هذا الذكر فإن معيشته وإن كان يراه الناس من أسعد الناس يركب السيارات الفارهة وفي القصور وفي غيره ولكنه في الحقيقة يعيش الشقاء كله ولذلك يقول ابن ابراهيم بن أدهم رحمه الله هذا العالم الزاهد يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف حتى إنه وهو كان أميرا وثريا وترك الثراء وتوجه إلى كلام الله والعبادة والزهد الحقيقي وليس الزهد المحرم المبتدع لا الزهد الذي كان عليه السلف الصالح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان قالوا أنه يوما من الأيام في الطريق ويأكل الطعام من جانب الطريق من الطعام الذي يرميه الناس فجاءه عزكم الله كلب وبدأ يأكل وينبح فقال يا كلب لا تنبح كل مما يليك وأكل مما يليني فإن كنت أنا في الجنة فوالله إنني أسعد منك وإن كنت في النار فوالله إنك أسعد مني إذن السعادة الحقيقية هي ما تكون في النفس كما يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخ جنة الآخرة فيه جنة الإيمان جنة الهداية جنة التقوى من هنا أيها الأحبة نسلوا كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ووعدهم الله جل وعلا كما بسورة نحن في الأجر العظيم والجزاء العظيم في الآخرة إذن من أجل أن نحي الحياة الطيبة الهانئة شرقها هنا من عمل هنا شرق من شرقية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى رجلا كان أمرأة وهو مؤمن لأن العمل الصالح بدون إيمان لا ينفع كما كان يفعل المنافقون يصومون يصلون يخرجون في الجهاد لكنهم لم يكونوا مؤمنين بل كانوا كافرين في حقيقة فلا ينفعهم لكن المؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ماذا يريد غير الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة تدبروا القرآن أيها الأخوة مما يحقق السعادة السعادة الحقيقية أن مهما واجهك من عسر في الحياة وطبيعة هذه الحياة كما بين الله جل وعلا في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة وعنت لكنه مهما كان ذلك فإن القرآن يبين من خلال تدبره أنه ما من عسر إلا معه يسر فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر لاحظوا التعبير القرآني قال فإن مع العسر أي مرتبط به قد ارتبط به ولكن عليك أن تبحث عن هذا اليسر في داخل العسر وكما روي عن ابن عبات وروي مرفوعا والصحيح أنه موقوف على ابن عبات لما قال في سورة الشرح فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر قال لن يغلب عسر يسرين انظروا هذا الفقه هذا الإمام الصحبي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أين استنبطها قال فإن قرنه تعالى فإن مع العسر العسر هنا معرف يسر نكرة إن مع العسر الأول معرف يسر نكرة فأصبح لدينا عسر واحد ولدينا عسران قال لن يغلب عسر يسرين وسطا سيجعل الله بعد عسر يسر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أم قد جعل الله لكل شيء قدرا كل هذا يبين القرآن أنه مهما أصابك من عنة أو مشقة فإن الفجر قريب بإذن الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء إذن العسر والجسر سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الأمة فإن القرآن يبين أنه ينجلي لكن متى ينجلي إذا أخذنا بالوسائل الشرعية إذا أصابتك مصيبة فاعلم أنها من يدك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقال لسحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأخيار لما أصيبوا في أحد وقالوا أمنا لنا هذا كيف أصبنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل طلعت عليه الأرض رضي الله تعالى عنهم ندل قوله تعالى في سورة آل عمران ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن لا هذا قل هو من عند أنفسكم نعم لا تحتج بالقضاء والقدر إن الله على كل شيء قدير لكن قال هنا إن الله على كل شيء قدير بعد أن قال إنه من عند أنفسكم فلا شك أنه لا يقع في الكون إلا ما يريد الله قدرا كونيا أو شرعيا هنا تكون المصيبة قدرا كونيا لكن سببه أنت فإذا تحاسب نفسك وترجع إلى الله وتتوب إليه هنا يأتي فإن مع العسر يسرى يأتي سيجعل الله بعد عسر يسرى بهذا نحقق هذه السعادة أيها الأحبة المؤمن في ظل هذه الأوضاع يجب أن يكون متفائلا مهما استدت الظلمات وقفت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيراته فوجدت أن هناك تلازما بين الشدة والفرج كيف كلما ارتفعت الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع تفاؤله صلى الله عليه وسلم تصوروا في الخندق وهو من أشد ما عانه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك ما هو أشد من ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جرود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وبعد ذلك يقول بعد عدة آيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حتى في هذا الموضع مع هذه الشدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح كسرى والروم كما قد يبشرنا الآن من يبشرنا بسقوط ممالك الظلم والطغيان في أمريكا وغيرها القرآن يعلمنا التفاؤل أيها الأخوة قبل سنتين فقط كنت هنا في هذا البلد المبارك بأحده الأخيار الصالحين من أمثالكم فرق بين قبل سنتين وقبل اليوم هنا تذكرت قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بشيء ولعبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بشيء هنا تذكرت أيها الأخوة لما اشتكى بني إسرائيل لموسى عليه السلام فإلا هو يقول لهم قال عسى ربكم أن يهدك عدوكم ويستخذفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الآن أنتم في مرحلة النظر ينظر الله عليكم كيف تعملون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلهة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هذه حقائق كم سمعنا واستمعتم لبعض الظالمين والطغاة أنهم لن يتخلوا أنهم لن يخرجوا من بلدهم أنهم لن يتنازلوا عن رئاستهم وملكهم ويقسمون بالله على ذلك وما هي إلا أيام فإذا هم يفرون ويهربون فتذكرت قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار إلى أن قال الله جل وعلا أولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوار وسكنتم في متاكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال هذا هو القرآن يعلمنا التفاؤل ويعلمنا الفرج بشرق أن نأخذ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وليس أن نجلس ننتظر نسراً بدون عمل هنا يحقق الله جل وعلا تلك الأعمال أيها الأحبة من التفاؤل ومن أدلة التفاؤل في سورة النحل آية طالما وقفت أمامها يقول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ماذا بين الفرث والدم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين أن يخرجوا من هذه المصائب والصعوبات والشدائد يخرج نصر وفتح وأمل من يتصور أنه يخرج من بين الفرث والدم ماذا يتوقع في رؤيتنا القاسرة فإذا هو يخرج لبناً يخرج لبن خالصاً سائغاً كما في هذه الآية العظيمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين فالنصر يخرج والفتح يخرج من أين؟ من الشدائد كما مر هكذا يعلمنا القرآن حتى لا نيأث وحتى نسعد أيها الأحبة ومن ما يبينه القرآن أن يكون المؤمن أن تكون مهمة الصلح بين الناس لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إطلاح بين الناس وأصلحوا بين أخويكم والصلح خير كلها آيات تبين مننا مكان الصلح مع الأقربين والأبعدين ومن لوازم الصلح أن لا يكون الإنسان طرفاً في مشكلات الحياة بل أن يعرف في أهله وأسرته ومجتمعه وبلده بأنه رجل صلح ورجل خير التهمة العظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ابنته أقيم عليه الحج وطهر رضي الله تعالى فينزل القرآن ولا يأتني أولو الفضل منكم السعى أي أبو بكر أي لا يحلف لا يأتني أي يؤتوا للقربة أي مطح والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى والله أني يحب أن يغفر الله لي فأعاد النفقة على مطح انظروا كيف يبدن القرآن يبين أهمية العفو والصفح ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولمن صبر وغفر إن ذلك من علم الأمور هذه حقائق تبين أهمية الصلح والعفو أيها الأحبة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بسلامة القلوب يقول الله جل وعلا شهادة لأبينا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كما في المسند بالجنة ثلاثة مرات ووجدوا أنه لا يبيت ليلة واحدة وفي قلبه غل على مسلم ولذلك فسر ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر قال وقلبك فطهر والعلاقة الاستعارة هنا أنه كما أنك تطهر ثوبك وبدنك في كل يوم قلبك أحق بالتطهير أليس من سنن المجيء لصلاة الجمعة أن نغتسل وأن نتطيب وأن نلبس ما لدينا من الثياب الجميلة يا بني آدم وخذوا زينتكم عند كل نسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نعم إذا ذهبنا إلى مناسبات نتجمل بأجمل الثياب نغسل وجوهنا في اليوم عند تمرات القلب أولى بالغسل وأولى بالتطهير بما فيه مما قد يحدث فيه من أمور الحياة كما أنك في طريقك قد يصاب ثوبك بشيء من حوادث الطريق وهذا أمر طبعي فكذلك القلب قد يصاب في كل يوم ببعض الأمور أي أن تطهره وأن تغسله وأن تجلوه بذكر الله وبالعفو والصفح هنا ستعيش حياة هانئة جعل الله جل وعلا وإياكم من نعيش حياة سعيدة وحياة طيبة كما وعدنا الله جل وعلا هذا القرآن أمره عجيب وشأنه عجيب أيها الأحبة أيها الأممين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاذكروا الله يذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهاد البشير والصبح المنير الذي أمر الله جل وعلا بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة من صلى الله عليه بها عشرة ومن ذات يوم الجمعة كثرة الصلاة عليه فصلى الله وسلم عليه كما يحب ويرضى عدد ما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون وآمن به المؤمن وغفل عنه الغافلون القرآن يحدثنا مرة أخرى عن قضايا تحدث في الأمة ما يحدث في جناب النبي صلى الله عليه وسلم من سخرية واستهزاء لم تكن أمرا بدعا فهذا أيها الأخوة سنة كونية سنة لأهل الكفر كثالك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أتواصوا به يأتي الجواب بل هم قوم طارون طغيان كفر تحدي حسد بغي فهم ماذا يريدون يشخص لنا القرآن هذه الحقيقة في سورة التوبة وفي سورة التحريم وفي سورة الصف يقول الله جل وعلا في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر ويقول في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ما يحدث بين فترة وأخرى في الدانمرك أو في أمريكا أو غيرها كهذا الفلم الذي قام به هؤلاء التغاة المجرمون كما قال الله جل وعلا بل هم قوم طاغون ما يحدث أيها الأخوة رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وخسار وبوار على من فعل ذلك إن شانئك هو الأبتر نعم ولقد كذناك المستهزئين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك نعم الذي أنقذ ظهر ورفعنا لك ذكرك مع مراوة ما يحدث أيها الأخوة من مسجنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والحزن الذي يصيبنا فإننا نقول أبشر هكذا يعلمنا القرآن فهو رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجر وقد بلغ المنزلة العالية صلى الله عليه وسلم هو لسر لهذا الدين كما نرى أيها الأحبة نرى أن الناس عندما تثاروا هذه القضية كما حدث في الدانمرق وغيرها يتساءل الناس يتساءل الكفار من هذا الذي يتكلمه فإذا هم يسلمون ويبحثون عن الكتب التي قد لو نجلس سنوات نبحث عنها أو نجعل نصل إلى هذه الحقيقة كيف نرد على هؤلاء أولا بالالتزام بسنة صلى الله عليه وسلم الرد العملي على هذه الأحداث الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنت بحبون الله فاتبعون يحبكم الله ثانيا الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم كل بما يستطيع ثالثا أن نعلم أبناءنا حب النبي صلى الله عليه وسلم دون ابتداء دون غلو أو إفراط أو تفريق قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله لكن هذا نعلم أبناءنا كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم نعلم غيرهم أنه رحمة لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس فقط للمؤمنين بل للعالمين أجمع لأن كثيرا من من يقع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نعلمهم أنه رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين كما بين الله في مواضع عدة من كتابه الكريم أيضا أن نقيم المؤسسات التي تنشر السنة وتحارب البدعة أن نقيم المؤسسات الدعوية التي على منهجه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل هذا مما نفعله ويجب أن نفعله في مثل هذه الأزمات أن نحذر من الابتداء في دين الله عليكم بسنة وثنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو أرد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أرد فمن رغب عن سنتي فليس مني فلذلك الحذر من الابتداء ولو بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم لسنا أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام فلنقتل بسنتهم ونبتعد عما لم يفعلوا فلو كان خيرا لفعلوه كل هذا نبين أنه مما يجب أن نعمله في هذا الجانب أيها الأحبة أحبة الكرام من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والافتداء به وحب الله جل وعلا أن ندافع عن المؤمنين أينما كانوا وأن ندافع عن الإسلام حيث ما حل أخوانكم في الشام يعانون ها قصة الأمور في كل يوم نسمع من الأحداث والقتل وآخر ما بالأمس عدد القتل بالأمس أكثر من ثلاثمائة قتيل على أيدي هؤلاء الظالمين الطاغين والنصيريين وحلفائهم الواجب عظيم تجاه هؤلاء أن نقف معهم بكل ما نستطيع بأموالنا وأنفسنا وكلماتنا كل له رجاله والمال من أعظم ما يحتاج إليه أخوانكم كما بلغونا قالوا لدينا الرجال لكن هؤلاء الرجال لا يملكون السلاح الذي يدافعون بي عن أنفسهم عن بيوتهم عن نسائهم عن أرحامهم فنقف معهم ومن تدبر القرآن الذي بدأنا به أن الجهاد بالمان قدم على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في موضوع واحد كل المواضع التي جاء فيها الجهاد بالمال والنفس قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في سورة براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أما في غيرها فقد قدم الجهاد بالمال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتكرر في القرآن إذن كل منا يستطيع أن يجهد بالقليل أو الكثير ولا تمنع القليل يا أخي الكريم فالحرمان أقل منه الدعاء والدعاء سلاح عظيم كان محمد بن واسع رحمه الله في الجهاد إذا رفع يديه لله قالوا إنه يعادل جيشا وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره وفي خاصة مثل هذه الساعات والإمام على المنظر إلى أن نسلم كما في حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعر وكذلك بعد العصر في يوم الجمعة إلى المغرب كما في حديث عبد الله السلام وغيره وهو الأرجح كذلك آخر الليل في السجود وأقرب ما يكون ثاني من ربيه هو سالي أن ننصر أخوانا في الشام وفي كل مكان أن ننصر أخوانا المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وأن نرفع البلاء عن أخوانا المضطهدين في بورما وثيوبيا وغيرها من بلاد الله نسأل الله أن نعجل بنصر لهم جميعا وأن نقرر أعيننا بانتسار هذا الدين ولا تيأسوا أيها الأخوة لا تحزنوا قد يقول قائل لماذا لم يتحقق النصر هذا بحكمة عظيمة أتكون هناك موانع منعت من ذلك ولكن يقول الله جل وعلا ولو يشاء الله لانتسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض طيب يا رب هؤلاء القتلى قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن نظل أعمالهم فيهدهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم جل نتعرفها لهم ما يرون أفضل من ذلك لا يعني أن نتساهل في هذا الأمر كلا لكن حتى لا نقنط حتى لا نقنط من رحمة الله جل وعلا فهو أرحم بالإنسان من نفسه وبالأمي وأبيه لكن أن نلح عليه ليعلم الله مدى صدقنا لأن البعض قد إذا طال الأمد قسط القلوب فألحوا على الله أن ننصر إخوانكم في كل مكان أن ننصرهم في الشام وفي فلسطين والعراق ومشارق الأرض ومغاربها أن ننصر دينه وأن نعلي كلمته نسأل الله جل وعلا أن يحقق آمال هذه الأمة بنصر عظيم أحبتي أخوتي أيها المؤمنون النصر قادم والأمة قادمة وبوادر النصر قد بدت في بلادكم وغيرها من بلاد المسلمين فأنتم من طلاع هذا النصر وهذا الفتح فماذا نحن فاعلون لنصر هذا الدين ماذا تهيأنا وماذا هيأنا لانتصار قادم يفتح فيه بيت المقدس وتحرر فيه فلسطين بإذن الله نعم هذا وعد الله جل وعلا وهذا في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة فأنكم من عباد الله ومن جنوده الصادقين أسأل الله جل وعلا أن نعز دينه وأن ينصر أعباده المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء كأعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان نسأل الله أن يقرأ عينا بانتصار هذا الدين وأن يوفقنا للإسزام بكتابه والاحتداء به والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الضحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكو يعلم ما تصنع